بسم الله الرحمن الرحيم شابنا العراقي العظيم خواتي أخوتي أبنائي أهل الطيبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتوجه لكم في هذا الظرف الحساس جدا بكل صدق ومحبة في هذا الشهر المقدس المحرم ونحن شعب عرف عنه الإيمان بالقيم والمبادئ السامية الكريمة نعفو ونصفح لأجل الأخوة والمساواة ولأجل الهدف السامي الإنساني والوطني إن هذا الشعب الصابر المضحي الذي ما بخل يوما من أجل العراق من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه ومن شرقه إلى غربه يستحق منا ردًا يليق بحجم هذه التضحيات شعبنا تواقل الحياة وهو لا يهوى الفتنة والدم والاقتتال والانتقام والتناحر ولا يهوى الحق والكراهية ويطلع لمستقبل يوازي حجم التضحيات والمعاناة التي مر بها هو عليه لا بد أن تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين ويجب الابتعاد عن لغة التخوين والإقصاء ويجب التحلي بروح وطنية عالية جامعة فألف يوم من الحوار الهادئ خير من اللحظة تسوق فيها نقطة دم عراقي أدعو الجميع للتحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى التصادم ودع المواطنين إلى عدم الصدام مع القوة الأمنية واحترام مؤسسات الدولة يجب أن نتعاون جميعا لنوقف من يسرع هذه الفتنة والكل يجب أن يعلم جيدا أن نار الفتنة ستحرق الجميع أن الظرف صعب جدا وهذه حقيقة مرة مع الأسف الشديد وعلينا أن نتعاون ونتكاتف جميعا حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية علينا أن نحكم عقولنا ضمائرنا وجداننا ونلتف حول العراق والعراقيين لا حول المصارح الضيقة الجميع يتحمل المسؤولية أحزاب وطبق سياسية وقوة اجتماعية وسائر المؤثرين علينا أن نقولها نعم الجميع يتحمل المسؤولية وعلى الجميع أن يتصرف وفق قواعد الحكمة والبصيرة من أجل العراق حتى لا نخسر مجددا العراق أمانة فلا نخسر هذه الأمانة هذه كلمة أقولها بصدق وأسمع ما يقال في السر والعلم ونحن صادقون ولكن نأمل من غيرنا أن يتحلى بالصدق هذه المرة لأجل العراق والعراقيين سنتحمل المسؤولية وحاضرون لنفعل أي شيء من أجل العراق ودون تردد المعضلة السياسية وحلها سياسي والحل ممكن عبر الحوار الصادق البناء وتقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين في العراق ما يكفي من العقلاء والرجال ولكن حذاري حذاري من استمرار التشنج السياسي حتى لا تنفجر الغام سعينا طوال العامين الماضيين في تفكيكها بهدوء عشتم عشتم وعاش العراق وطناً لنا ولأبنائنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته